انا ذهبت الى السجون وقابلت القتلة وقابلت متعاطي المخدرات وذهبت الى المستشفيات الخاصة بعلاج المخدرات من اول والله يا شباب ما اسأل اللي عليهم قضايا قتل عليهم قضايا اغتصاب عليهم قضايا كبيرة احيانا سطو ولا قضايا سرقات كبرى او احيانا الواقعين في المخدرات تهريبا ولا تعاطيا من اواء ما اسألهم اقول له كيف كان حياتك مع الصلاة اقول والله يعني اقول كيف يعني والله ما واحد منهم يقول لا والله ابشر كنت اصلي الصلاة الخمس ولا واحد يقول كده كلهم يقولون والله يعني واللي يقول ما كنت اصلي فاقول لك كيف يعني قالوا الله كنت احيانا اصلي ظهر عطر واحيانا تركه ثلاث ايام اربع ايام واحيانا فاعلم يقينا انه لما فعل ذلك جاء الشيطان وتسلط عليه لان الحماية الربانية التي اتاه الله اياها والحبل بينه وبين الله هو جاء وقفعه وتركه وبالتالي كما قال الله وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَحْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعْ هَوَاهُ اتبع هواه في النوم اتبع هواه بكرة وترك الصلاة اتبع هواه جالف على النسو ويأذن ويصلون ولا همه اتبع هواه قاعد يلعب بلايستيشن وأذن عليه يمكن لصلاة المغرب ثم لصلاة العيشاء وهو تارك الصلاة ضارب بها عرض الحائط لذلك لما اتبع هواه تسلط عليه الشيطان كل ما زاد الواحد يا شباب تعظيماً للصلاة ويقاومة لها ويعرف انه اول ما يسأل عنه العبد بين يدي الله بني شباب الصلاة لا يمكن تسقط عن الانسان ابدا الا في احد حالتين المرض لا ما تسقط عنه السفر لا ما تسقط عنه شدة الانشغال لا حتى الانشغال ما تسقط عنه في الحرب اتراء الحرب والقتل ما تسقط عنه عجيب متى تسقط تسقط في حالتين اما الجنون واحد مجنون خلاص مجنون او الموت عجيب طيب يا شيخ لو واحد مشلول كده يدفونه على العربية يصلي بظهره طيب ظهره صار لحادث ومكسر ظهره ما يقدر يحرك الا راسه يصلي براسه رقبته الله اكبر ربي العظيم حتى رقبته جاه ضربه الرقبة ما يقدر يحرك رقبته يصلي بعينه عينه عميان ما يقدر يحركها يصلي بقلبه يصلي ولو بنيته ما تسقط ابدا عنه ولا في عالم الحالة تخير حتى اثناء الحرب يقول الله سبحانه وتعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم وفي الاية اللي بعدها وليأخذوا حضرهم واسلحتهم لاحظ في القتال يصلي ومعه سلاحة لو قال يا ربي عاد احنا في قتال خلص نجمع ثلاث صلوات نجمع ثلاثة أيام صلوات ثلاثة أيام هي كلها خمس عشر صلات نخليها في اليوم الرابع لا صل يا ربي طيب انا بسلاحك صل وانت بسلاحك طيب ثم قال الله فإن خفتم يعني في وقت القتال اشتد فرجالا او ركبانا كيف رجالا او ركبانا يعني واحد جاي يراقب مكان ومعه سلاحة لو قلنا له ضع السلاح وكبر وصل قال يا اخي طيب ممكن العدو يهجم علينا اثناء صلاتي نقول لها حتى وانت من ستح على ظهرك او من بطح على بطنك ولا جالك كده على صخرة ولا شيء وانت على حالك فرجالا او ركبانا رجالا يعني على ارجلكم او ركبانا على دوابكم كيف اصلي على غير ابنه نعم اهم شيء توقين صلاتك اصلي من غير ما حط يدي على صدري انا حط على سلاحي نعم اصلي من غير انظر الموضع سجودي نعم اهم شيء ان صلاتك تقيمها في وقتها ذلك يا شباب تجد سبحان الله ان حتى يعني المساجد والصلاة لها لذى اكثر من لذة غيرها قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له واسلموا له من قبل ان يأتيكم العذاب من قبل ان يأتيكم العذاب ثم لا تنصوا من اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة يشد زوابقا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة